السلام عليكم وصدقائي ورحمة الله وبركاته هناك إشكالات كثيرة تحدث مع كثير من المؤمنين مع احترامنا للجميع يجب أن نعرف بأن هذا الدين الذي يؤمن به تم تأسيسه عن طريق العنف والعنف حصراً وهذا العنف كان عنف مؤسساتي تديره بدأت بإدارته سلطة الرسول النبي في زمن الدعوة واستمرت مع الخلافاء اللاحقين بالتالي النتيجة التي يجب أن نستخلص منها كل شيء هي أن هذا الدين لم ينجح ولم ينتشر إلا عبر السبي كلنا نعرف حقيقة بأن هذا الدين في فترة المكين الرسول لم ينصع لأمره الناس إلا بعد أن رفع السيف وهذه المسألة معروفة وليست محط جدل ولا نقاش فبالتالي أي شخص مؤمن أو متدين ما احترامنا إليه علي أن يعرف أن رسول الإسلام والدين ولم يكن لديه أي طريق آخر لبسط سلطته وسلطة دينه ونشر دعوته وأيضا فوق هذا جميعا توفير التمويل اللازم لحروبه ولمشاريعه التي السياسية يعني بالتعبير اللراهن مشاريع السياسية للتحكم بالمنطقة التي نشأ فيها وفرس سيطرته على الجميع وهذه مسألة معروفة وليست سرا بالتالي هو رجل لديه نساء لديها خدم لديها أصحاب وهؤلاء جميعا عصبة من الناس كلهم يحتاجون قيادة حكيمة وقيادة ذكية تستثمر الظروف في بيئة قاحلة بيئة صعبة وبالتالي لم يكن أمامه سواء يقاتل والغزو الآخرين والاختلام أموالهم والسبي الناس واستعبادهم وبيئة النساء والأطفال وهذه الطريقة الواحدة كانت أمامه لم يكن هناك طريق آخر يوفر له السلاح والعدة وحتى العدد والمال والغذاء لهذا الجيش الذي بدأ صغيرا بدأ يعني في موقعة باتر كان عدد المقاتلين 313 تقريبا وأغلبهم من المهاجرين فاستمر بعد ذلك إلى أن وصل عشرة آلاف في فتح مكة وبعد ذلك في هوازن وصل إلى مئة ألف كما تقول الروايات هذا عمل جبار ليس بالعمل السهل بهذا المنطق قامت سيرة الرسول وبهذه الطريقة استطاع أن يقود ويحكم الجزيرة العربية بيكملها وتتبعه بعد ذلك اليمن وتتبعه البحرين وحتى عمان أيضا فرض سيطرت عليها فإذا كان هو حاكم سياسي وفي الوقت نفسه حاكم قائد عسكري وفي الوقت نفسه هو نبي ومرسل ولديه كتاب أو لم يكن هناك كتاب بمعنى الكتاب الذي نعرفه الآن كانت لديه هناك قرآن بمعنى صحف قرآنية يتلوها الناس فبالتالي هو كان مشروع متكامل سياسي مشروع دولة مشروع دين مشروع دستور يعني إذا أعتبرنا الدين هو الدستور وهذا كله هو الذي أسس ما نسميه الآن إسلام لم يكن الإسلام في زمن الرسول بمعنى الذين نفهمه الآن إنما أصبح دينا حقيقيا متكاملا بعد أن اتضحت قواعده وأركانه وفقه وأصوله وفروعه هذه المسألة تولى ابتكارها وتأسيسها عشرات فقهة الذين ظهروا بعد الرسول وخاصة في الفترة العباسية أي بعد وفاة الرسول بنحو قرن ونصف فلا نعرف الحقيقة هل كانت هذه الأحداث التي رويت عن الرسول الحقيقية أو لا هذا موضوع تاريخي لن نشغل أنفسنا به لكن الذي وصلنا والذي تؤمن به الناس هو هذا الدين الذي نقله لنا الرواة والذي أكدوا لنا رجال الدين والفقهاء وفرضوه على الجميع وأعتبروا أن كل من يخرج عليه هو إنسان فاسد مضل وضال ويجب الخلاص منهم بالتالي عملية الغزو والجهار وسبيل آخرين واقتصاب حقوقهم وأموالهم بحجة أو بسبب أو بتبرير شرعي أو غير شرعي للنتيجة واحدة أن هذا الدين قام على أموال الآخرين وعلى ممتلكاتهم وأشياءهم وأيضا قام على استعبادهم واستخدامهم لصالح هذا الدين والقائمين على هذا الدين بالتالي الكلهم هدم لمن يملكوا أمر هذا الدين أي معنى معاني نحن جميعا لا بد أن نخضع لهذا الدين وإلا فنحن إما كفر أو ملحدين ويتم تصنيفنا بطريقة ما هذا الشكل العام هو للدين فعني الآن عندما نأتي ونقول للمسلم والمتدين نقول لا أخي هذا دينك وهذه مواصفاته لا تحاول أن تغير هذه المواصفات نحن لا نريد أن ننتقد هذه المواصفات ولا أن نقول أن هذه المواصفات هي سيئة أو جيئة لا إنما نضع الأمور في نصابها ونقول هذا هو الدين الذي أنت تتحدث به بالمناسبة الأديان الأخرى هي في ذلك الزمان هي تتصف بهذه الصفات نفسها والممالك والحكومات والإمبراطوريات قامت على هذا الأساس هي مجموعة من العصبة بالناس تلتزم مع بعضها وتحاول أن تستثمر موارد الآخرين والآخرين أنفسهم الفرق أنه بالسلطات الإمبراطورية والسلطانية كانت تستثمر موارد الآخرين وتستغلها وتستثمرها لصالحة الأديان أتت كمرحلة جديدة خاصة من المسيحية والبوذية وأتى الإسلام لاحقا هذا قال لا أهلا نستثمر موارد الآخرين والآخرين أنفسهم نحول الآخرين أنفسهم بالطريق إلى الطريقة التي نرغب بها منهم يعني أن الإنسان ليس له حق حق أن يكون إنسانا كما يهوى إنما نحن الذين الدين هو الذي يحدد إنسانية هذا الإنسان وقيمته وكينونته ويقول به كما يشاء هذا العملية ما زالت جارية حد الآن تحجيب النساء فرض الصلوات الفرائض عملية عقائدية توجيهية وهذه العملية مستمرة وتدعمها الدول وحتى الدول الأخرى يعني الدول الكبرى أيضا تدعمها دعمتها خاصة فترة القاعدة لمصالح سياسية وأهداف سياسية ووجدت أن هذا الدين مفيد لمصالح الدول الكبرى لأنه يقول لك هذا الشعوب يتم تعليبها وتغليفها وتدجيلها وترويضها من قبل رجال الدين وهذا الرجال الدين هم على عدد أصابع اليد نقدر نحن ذول الرجال الدين نتحالف معهم ويحركوا لهذه البلايين بإشارة من أصبحهم يكفي أن نتعاول مع بضعة أشخاص بدلا من أن نتعامل مع شعوب بعشرات الملايين هذه مسألة سياسية ويتباحها قادة السياسيين دائما حتى الرسول نفسه اتباحها يعني كان يتحالف مع الشيخ العشيرة ويحول الشيخ العشيرة العشيرة بيكملها إلى الدين الإسلامي أو يرفض هذا الأمر مثل ما حصل مع عشيرة مسيلمة الذي يسمى بالكذاب بالتالي أمام المؤمن حلان إما أن يرفض هذه الأمور بالكامل ويقول أن هذه الأمور لا تعد إخلاقية ولا تستقيم مع قيم العصر الذي نعيشه حاليا بل ولا يقول أن هذه لا تنسجم مع الارسالة السماوية ولا خيريتها ويعني هذا يقول له هذا هذه مسألة لا ألاقة للدين بها ويصدق مع الخطاب الدعائي الذي يبثه الرجال الدين من على المنابر والفضائيات ويقول أن الدين هذا هو الصحيح ولا يقول لك أن هذا الدين قام على أساس السبي والنهب والسلب وسلب حقوق الآخرين وأملكهم وأنفسهم أيضا يعني سواء بالاستعباد والاسترقاق أو بالقتل والذبح فهذا مسألة هذا ليس طعنان في الدين إنما هو هذا الدين يعني ماذا نفعل ولا يوجد شيء مثالي في حياة البشر ولا في الكون ولا في الطبيعة الآن عندما نتحدث عن مسألة مثالية يجب أن ينتقد الأشياء بهذه الصورة إنما هذا حدث عبر مر وجده في التاريخ وعلينا أن لا ننظر للتفاصيل التي حدث فيها أنه صار قتل وسبي ونهب هذا كانت مسألة طبيعية وفقاً لقيمة التاريخة لكن عندما نأتي يأتي المؤمن وماذا يقول المشكلة هو منهجية بالتفكير إنه منهجية يقول إنه هذا الدين خارج عن التاريخ فبالتالي هو كله كامل صحيح مئة بالمئة وبالتالي كل شيء موجود في التاريخ يحدث مع التاريخ مثل واحد مثل الآن يتحدث عن الموضوع إنه هذا موضوع هو كان وليد زمنه ولحظته وكان ضروري الرسول أن يستخدم هذا الاسلوب لكي يفرض سلطته وينشر دعوته لكن لا يقلك هذا لا هذا أنت مضل ضال مضل وتحاول أن تقول حقاً وتقصد باطلاً لماذا؟ لأنني أكشف الجانب التاريخي للحدث وجانب الضغط النفسي والضغط التاريخي والضغط الاجتماعي والضغوطات المختلفة في ذلك الزمان هي التي أولدت ما يسمى الدعوة الدينية الإسلامية أو المسيحية أو أي دعوة كانت فيقول لك لا هذه المسألة هي العلاقة بالسماء ولا يدرك بأن هذه المسألة وربط التاريخ بالسماء والحدث التاريخي بالسماء هو ليس إلا حيلة سياسية الهدف منها هذا هالة من القداسة حول الحدث لكي لا يتم التدخل فيه وتغييره أو المجادلة فيه وهذه المسألة أيضاً ممكن تفهمها فهمها باعتبار أنه إنه إنسان كان صعب ويجب أن ينقاد للقانون وللشريعة التي يضعها المتغلب الإمام المتغلب أو الدين المتغلب أو السلطان المتغلب فهذا أمر الناس اعتادت عليه وبالتالي أنت ما قلنا لك إما أن ترفض هذه الأمور أو يعني تتقبلها وتقول وتؤمن بها وتسلم بها وتدعن لها وتعدها مسألة لا تتنافى مع الأخلاق وتجد لها مبرراتها يعني رغم أنها تتعارض مع كل النظم الأخلاقية التي توسلت إليها البشرية في العالم المعاصر وأيضاً لابد أن تقول بأن هذا الأمر كان إلهي وكان مسدد وسديد وصحيح وفيه حكمة بالغة لكنني لا أدركها وأسلم بهذا الأمر وأنهي الأمر عمامك خيارين إما أن تتقبل أو ترفض أو ترقع يعني هذا الحالة الثالثة هي التي نعانيها جميعاً هو هذا المسألة التي أريد أن أكد عليها إحنا نحاول أن نكشف الأمور ونقول هذا الحال العربي الإسلامي هذا الحال المتدينين المسيحيين أو البوذيين أو حتى أتم عقيدة شؤية ماركسية قومية أي عقيدة كانت نقول له هذا إما تتقبل الشريعة أو القانون أو النظام الذي أتتك به هذه الشريعة وتقول هي صحيحة ولا أناقش وأسلم بها أو ترفضها وتقول هاي مسألة الأخلاقية لا تنسجم مع العصر ولا مع السماء ولا مع الديان ولا مع المثاليات كل معادة هذا هو تخريف وتهريس ومحاولة للضحك على الآخرين واللف والدوران وعدم مواجهة الحقيقة وهذا كما نعرف أنه عدم مواجهة الحقيقة هو الحالة العامة التي يعيشها الناس أجمعين حالياً وهي سبب الخراب الذي نحن فيه لأنه تعدمها لا تواجه الحقيقة لا تختار الخيارات الصحيحة أو التي أنت تقتنع بها فليس أمامك إلا أن تعيش بطريقة النفاق والدجل والكذب والغش والتزييف يعني يعني بعد ذلك تقدمت الناس استمرأت هذه الطريقة فأصبحت يعني تستطعم الكذب والدجل والزيف الذي تعيش فيه وتعيش في وجهين مختلفين بل تتماهى مع هذا وتقول أن هذا النظام الحياة التي نعيشها لا نناقش ولا نجادل وانتهى الموضوع الطلب الوحيد الذي نطلب منه من الآخرين أنه عندما يأتي شخص مثلي يقول لك هذا الدين هذا الدين الذي أنت تؤمن به أو هذه العقيدة هي هكذا عليك أن تتقبل وجود أفكار أخرى وجود احتمالات أخرى أن الحقيقة ليست بابا واحدا يمكن أن تدخل إليه وتقول أن كل ما عداها هو ضلال وضل وضلال وجوالب من الحقيقة لكنها لا تؤدي إلى الحق بالتالي هذا ذلك تصبح متعصبا جاهلا متجاهلا و يعني ظالما للآخرين وحقوقهم وحتى حرياتهم يعني سالبا لحقوقهم الأساسية أمر أخير أيدشير إليه وهو أن من يدعي بأن هناك الحاة أنه إنسان ما تنقلك أنا أضحك وعليه وقال هناك هذا الدين هو كذا وكذا وغيرت حياتي على أساس حياتي تغيرت وتدمرت وتضررت بسبب هذا الإيمان وأنا الآن أحاول أن أتعافى من هذا الضغط الإيماني الذي مورس بحقي فبالتالي هؤلاء أيضا كم الحدين هما صنف من أصناف الدين يعني هو الدين لكن الدين مؤاكس وهذا يقول لك أنا لكن هي هذه المشكلة هذا يظل مجغول يبقى مثل الشرطي عندما يتقعد يعمل كاتب عرائض في باب المركز الشرطة فأنت ترك الدين عندما تترك الدين وتحاول أن تنظر إليه من الخارج ستفهم الموضوع أو تحاول أن تتفهم لماذا الناس تؤمن بالدين لماذا تتعصب له لماذا تعتبر أن الدين مسألة أساسية بالنسبة لها وعدما تفهم هذه القضايا تستطيع أن تقول بأنه أنا كنت ضمن هذه الحلقة من الناس والآن أحاول أن أفهم ما يجري بنفس منفتحة ومتفهمة وتقول أن ما جرى هو هكذا وعلينا في أقصى الأحوال أن نتقبل ما جرى ونتفهم المتعصب لدينه ونقول له أنت متعصب وهذا مفهوم وتمت دراسته من قبل علماء النفس علماء الاجتماع علماء الأديان جميع أنواع العلماء تفهموا هذا الموضوع علماء التاريخ تفهموا هذا الموضوع فبالتالي أنت حالتك معروفة وليست بالجديدة وعليك أن تتقبل بأن ما حدث في السابق كان لم يكن بالإمكان غير هذا لأنه الرسول لم يكن بإمكانه أن يفعل شيئا غير هذا فبالتالي ما فعلها الرسول لا يمكن أن يصبح الآن هو مصدر أساسي للفتاوى هذا اليوم وللأحكام وأن يكون مصدر إلهام أيضا للحركات الإسلامية والجهادية وحجة تقيمها على الجميع هذه الطريقة التي ما سار بها الرسول كانت وليدة عصره علينا أن نقتنع بهذا المسألة السبي والغز والسلف كانت أسست الإسلام لكن من أجل ماذا من أجل أن تكون هناك جماعة ودولة واحدة وسلطة واحدة هذه الحملية تحققت إذن لا نحتاج بعد ذلك لأن نسبي ونسلب وننهب وأن نقتدي بسيرة أصلاً كان لها قصد واضح أنه الوصول إلى سلطة وتحقيق السلطة تجمع الناس على أمر واحد هذه الفكرة الأساسية حل الإسلام أو لأي مشروع سلطة ومشروع سيطرة ووضع نظام أخلاقي وديني أو تشريعي للناس أجمعين هذه الفكرة نعزل هذا الحل الخاص مقترحاتي لحل المشكلة أنه لا نستطيع تقبل فكرة الذي يجد صعوبة بتقبل مسألة أنه الإسلام قام على دين كأي دين قام على السلب والنهب والسيطرة والاستحواذ والاستغلال والاستعبات أو يرفض هذه المسألة فأحنا لا هذه نختار ولا هذه علينا أن نسير على وسط نتفهم ما حدث سابقاً ونعرف بأن الإسلام والمسيحية قامت من ارتكبت أشياء كثيرة عنيفة قاتلة حروب دموية ضرمت كل شيء فعلت ولكن علينا أن ننظر إلى الصورة الشاملة ما كانت ما هي الحصيلة النهائية لهذا الدين حصل أنها النهائية ظهرت حضارة إسلامية ودولة الدول العباسية لكنها استمرت المصيبة أنها يعني الفقهاء اخترقوا هذه الحضارات خاصة دولة العباسية اخترقوها عندما وضعوا منهج ديني وفقهي وأصول الفقه مخالفة لنظام الدولة أو الحضارة التي وضعتها التي ظهرت في أيام الدولة العباسية وبسبب هذا النظام الذي ابتكره الفقهاء وختم الإمام الغزالي يعني بدأت من أبو حنيفة وقبله مقاتل وغيرها وانتهت ووصلت إلى أبن تيمي هؤلاء جميعا كانوا سبب خراب الدين لأنهم حولوه إلى سلطة عنيفة تسبي وتنهب وتعادل الآخرين بشكل لا يقبل الجدل ولا يقبل حتى قليل من المرونة مع الآخرين فهذا التشدد الكبير كان نوع من اختراق للنظام الدولة أو الظرف الزمن الذي تعيشه الدول وما زال هذا النظام الذي وضع الفقه هو سبب هذه الاشكالات التي نعيشها حاليا وهو يعني خصص حلقة المقبلة عن الحديث أن هناك عن نظرية لأن هناك سلطتان بدأت تتشكل منذ نكبة أو محنة أحمد في زمن المتوكل هذه بدأت تتشكل كان لها جذورها بالأيام الدولة الأموية هؤلاء الفقهاء صنعوا دولة موازية للدولة التي شريعة خاصة بهم فقهاء بدأوا شعة وسنة بدأوا يؤسسون خوارج وعباضية هؤلاء وزيدية كلهم بدأوا يؤسسون نظام دولة مختلف بينما الدولة استمرت تعيش أو الدولة النظام السلطن الدولة بالمعنى القديم وما زالت لحد الآن هناك تياران هناك طريقان ينضيان عبر التاريخ وما زلنا متورطون بهذه المسألة لم نعش يوما واحدا تحتضل دولة واحدة لديها شريعة واحدة وقانون واحد ودستور واحد هذا موضوع الحلقة المقبلة فكونوا معي واتمنى أسمع آراءكم طبعا وآسف إذا جرحت أحد بكلام أو شيء فأعتذر مقدما لأن قصدي أنه وضح الأمر ليس قصدي أنه يعني أتحدث ضد الدين أو مع الدين ليس هذا موضوعي وأرجو أن من التعليقات لا يتحدثون عني شخصيا عليهم أن يتحدثوا عن ما قاله لساني عن ما قاله عن وجهة نظري بالموضوع وليس عني شخصيا لأنني أنا لا أنقل إيماني شخصي ليست مسألة إيمانية شكرا جزيلا وآسف على القالة اشتركوا في القناة